وفي كلمتها أيضا أكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى للحفاظ على الاستقرار في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري مشددا على أن الوحدة والحفاظ على الثوابت الوطنية هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والصعوبات الرهنة وقدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنة لليوم وما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمرا قابلا للتغيير ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني فبهما دون غيرهما محافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين ترجمة نانسي قنقر